لو عايز تعرف مين اللي هيفوز في ماتش الأهل والزمالك اللي جاي يبقى الفيديو ده علشانك شوفوا للآخر واسمعني كويس لان ده اللي هيحصل في ماتش نهاء الكاسمة بالأهل والزمالك يوم الخميس القادم ان شاء الله هنتكلم في كل حاجة واسباب فوز الفريق اللي هقوله النهاردة فارجو انك تتابع الفيديو للآخر بس قبل ما نروح للتفاصيل نروح للإنترو نجعلوك تاري والشويت اشتركوا في القناة المدرب الجديد محتاج وقته محتاج اقلق الشيء ايه احنا ست سبع ماتشات علشان يبان طريقته يبان اسلوبه يبان طريقة الليعب النادى الاهلي في المرحلة الجاية من ضغط على الخصم من نقل الكورة من التحركات الاجناحة من الدفاع من النقل الكورة من الخلف احنا بدأتنا نشوف الملامح المدرب بيلعب الكورة بيلقل من وراء بينقل من عند الشيناو بقى الشيناو بيقوم بدور لبرو بين الكورة فالنادى الاهلي بالنسبة لسوارش فمحتاج وقت لكن النادى الزمالك في الفترة الاخيرة طبعا النتائج حلوة لكن اوعى يخدعك تخدعك النتائج بخصوص النادى الزمالك اوعى تخدعك النتائج محمد عواد في اخر 3-4 ماتشات هو اللي شال الزمالك وده حاجة مش كويسة حاجة تحسب على الزمالك مش لصالح ان الزمالك حلوة انك انت بتعرف تكسب المباراة وحلوة ان اشرف بين شارق فايق وحلوة ان الشوت التاني بيباني شغلك وخصوصا ما عنزولش كبالة ده شيء جميل لكن هنتكلم النهاردة بما بين الاهلي والزمالك الفرقتين قدام بعض يعني الشيناو قدام عواد لأ الشيناو انا شايفه مش هو الشيناوي مش ده الشيناوي اللي مش اي كرة تدخل فيه دلوقتي بات في كرة سهلة جدا تدخل في الشيناوي في اخطاء من الشيناوي على المقابل محمد عواد انا شايفه حاليا في الفترة دي من احسن حراس مرمى بل احسنهم حاليا في تصدياته ضربات الجزاء في تصدياته الخارقة شوفنا الرياكشن بتاعه في موتش المحل الاخير والتلات تصوبات معازي الحيناوي وتصوباته في مسافات القريبة والرياكشن بتاعه محمد عواد ففي تفوق بالنسبة لحراسة مرمى النادي الزمالك على النادي الاهلي بخصوص محمد عواد ومستوى لو بصينا العلي معلول مش هو ده علي معلول علي معلول متعودين منه على انطلاقات على جبهة قوية جدا على انه بيسام بشكل كبير جدا في الهجمات للنادي الآلي لعيب كبير لعيب بيعرف يصنع الفرج لان الآلي هل بنشوف عالي معلول بيزيد؟ ما عناش بنشوف عالي معلول دفاعيا كمان بيخطأ شوفنا اخطاء عالي معلول قدام برامس في الهدف الثاني قدامنا للزمالك والهدف الثاني معاش كبالة شوفناه فعالي معلول مش هو فيه حاجة مش طبيعية في النادي الآلي وهي دي اللي ممكن تكون سبب من اسباب تفوق نال الزمالك حاليا اللي هي اللي هو اللعيبة مش في الفورمة مش لعيبة النادي الآلي اللي في الفورمة مش محتاجين مدرد ده محتاجين واحد يرجع حتى في البراصل السعين النادي الآلي في البراصل السعين كنا بيشوفنا الاهلي بيضغط وبيقطع الدنيا النادي الآلي مستسلم ودي حاجة مش في صفات النادي الآلي ولعيبة النادي الآلي اللي هي القتال لآخر لحظة في المباراة فده من أسباب اللي تديك نقاط تفوق للنادي الزمالك ما شفناش أجنحة محمد هاني ما بيزدش ما شفناش محمد هاني وما شفناش قلبي الدفاع بنياسر إبراهيم أو رم ربيعة مفيش تفاهم ومحمد عبد المنعم طبعا موجود بس ما شفناش تفوق ليهم بقى إنا بنشوف صغرات بقى إنا بنشوف اللي بيتلعب وراء النادي الآلي هنروح لزيزو لا زيزو عالي مع أن المستوى الفترة الأخيرة برضو مش هو ده زيزو زيزو المشكلة لما بيمسك الكرة بيبقى عايز يعمل كل حاجة وده غلط فده اللي بيخليه إن الكرة دايما بيفقدها ولكن شفنا أوفراته زيزو النقاط للنادي الزمالك الأوفرات بتاعته العرضيات يا جماعة العرضيات بتاعته متقدة جدا وشفنا الهدف الثاني في النادي الآهل عن طريق بنشرق وشفنا الهدف الثاني في النادي الزمالك برضو عن طريق بنشرق المحلة المحلة وفراته بتصنع الفارق لكن لو زيزو فاي هيبقى جابة قوية جدا وهيتعب عالي معلول وهيتعب ما شفناش حمد فتحه في تغطياته لما كان بيساعد أو السلية اللي كانت هيساعد في التغطية مع عالي معلول في جابة اليسار الفكرة إن النادي الآهلي المشكلة في اللعيبة مشكلة النادي الآهلي لعيبة مش مدرب المدرب لسه لكن النادي الآهلي طول عمره تاريخيا يعني أنا عشان يكون أمي معاكم يكسب بدون مدربين المدرب آه شيء كويس مع موسيمان وشوفنا تخطيته لكن نوعية لعيبة لنادي الآهلي ترهن عليها وده في ماتشات الكمة كان دايما بيبقى فيه رهان لعيبة أنا واحد من الناس وأنا زمال كوي بقول لكم لأ برهن على لعيبة الأهلي إن هم كان دايما في ماتش الأهلي والزمالك يكون موجودين يعني ماتش الستة واحدة اللي اتغلبناه مصر كلها كتعارفة الناس الآهلي هيكسب في الوقت ده وكل المقاومات كتقول لنا الآهلي كانتائج ولعيبة لكن يوم ما خسرنا ستة واحد والله كان هجي للقلب يومها ربنا أنا كنت خلاص هسلم بس هو ده ده النادي الآهلي اوعى ترهن النادي الآهلي يبقى خسران اوعى ترهن علي إنه يبقى خسران ونادي الآهلي في الفترة دي اوعى ترهن علي إنه كسبان عشان بالنتائج إن دايك خادعة لكن النادي الآهلي برضو فيه صغرات النادي الآهلي عانى ولما النادي الآهلي يبقى محمد عواد أحسن لاعب في المباراة الأخيرة بتعرف النادي الآهلي فيه صغرات بير قوي وسيء جدا أداءه دفاعيا ودفاعيا إيه من نص الملعب فين فين الفرص بيجي فرص يعني المتش المحلة لو بالكورة لا المحلة يكسب المحلة على كمية الفرص أقل تقدير يطلع متعادل ماتش المقاولين ففيه ماتشات تفوق عواد اللي يساعد دا الزمالك وده نقاط على نادي الزمالك النقاط عليه لأن لما محمد عواد قلنا يبقى أحسن لاعب معناه أن فيه صغرات كبيرة في نادي الزمالك نص ملعب نادي الزمالك أمام عشور وطبعا هيكون روئة روئة بدأ يتحسس الكرة وبدأ يرجع بقى بيلعب يلقع ببيلمس ويقطع هو ده أمام عشور حلو أمام عشور كمجهود بدني بيساعد دفاعيا وهجوميا وجابها في نقل الكرة إذا كان لزيزو بن شرقي فده كويس جدا لنادي الزمالك هيدي أفضلية لنادي الزمالك في الجهة المقابلة سواء حمد فتحي سواء السلية مش هو ده مش هو ده حمد فتحي اللي كان بيقطع ويروح وكان بيعمل شغل كبير قوي ما شفناك السلية هجوميا نص ملعب كان يقطع ولكن كان تمريرات السلية حسيمة تصوبات السلية فالسلية وحمد فتحي مش هم مش هم ده اللي نقدر نضرها عليهم في الفترة الأخيرة وشي الأسباب وإيه هي الأسباب أسباب اللي بيقول لي يا جماعة فده رب كبير نفسيا ومعنويا فينا للآله إذا استمر هيكون عامل كبير جدا لفوزنا للزمالك لو بصينا الهجومنا للزمالك هجومنا للزمالك طبعا عندك بن شرقي فايق بن شرقي فايق وفايق وفايق بن شرقي عايز يودع نزمالك بصورة حلوة اتكيش خد اللي هو عايزه بيلعب بمزاج وهيتعب هاني محمد هاني وهيتعب دفعتنا للأهلي لأنه فاق يا جماعة اللعيب ده يا جماعة ما تعرفش بيلعب إزاي ما تعرفش تحركاته أنت ما تعرف تمسكه لعيب جريء لعيب أول ما بيمسك الكرة عنده أكتر من خيار عنده أكتر من أسلوب عنده أكتر من طريقة ما تعرفش إذا كان هاجدك هيدم بيك للداخل هيروح بيك للخارج هيباصي هيلعب الوان تو الوان ثري إمتى شبنا بن شرقي يا جماعة بيروح على القريبة بيروح على البعيدة فبين شرقي لعيب كبير جدا وفي مرحلة الأخيرة ده فيق وده برضو بيدي أفضلية لنادي الزمالك على النادي الأهلي لأن فيه لعيبة فيقة في نادي الزمالك شفنا حتى في نص ملعب قلنا رؤى وإمان عشور لو بصينا لنادي الأهلي هجوميا هجوميا كان بيعتمد لنادي الأهلي على الاختراك من العمك وكان عنده محمد عنده طبعا كان طهر محمد طهر من يمين إذا كان هو اللي بيبدأ أو حسين الشحات المصاب كان بيبقى مزعج جدا ومتعب ولعيب مقلق برضو نفس القصة ما تعرفش طريقته ودماغه فطهر محمد طهر لا يكون موجود في اليمين صراح محسن لعيب مزعج لكن برضو مش هو ده المستوى ملعيب مش هو ما فيش شفناش في لينك مبيل وما بين علي معلول ما فيش لينك في الاختراكات والنقل بسرعة والنقل هجماته بسرعة فروضة حسين حسين فايق حسين حسين عنده المقدرة لعيب كبير ومقاتل وقوة ده اللي بيفتقده محمد شريف محمد شريف من لعيب اللي عايز الكرة جاهزة أوه تحرقاته مزعج ولعيب مقلق ولعيب عالجل عالج جدا لكن عايز الكرة خلصانة بالشياكة إذا كان كده وتحرقاته وبرضه مش من لعيب المقاتل اللعيب اللي نقول عليه بيقاتل أو كوة جثمانية زي حسين حسين بالعكس فهجوم نادي الأهلي أنا شايفه هجوم نادي الأهلي قوي وهجوم الأهلي عنده اللي يخلص عنده اللي يخلص وقدر يخلص الكرة لكن دفعتنا للزمالك دفعتنا للزمالك إذا بصينا عليها عبدالله جمعة فيها الفترة الأخيرة إذا كان هو اللي هيبدأ عبدالله جمعة جابها قوية جدا في نادي الزمالك لو بصينا القلبية الدفاع الوينش بدأ يستعيد جزء من مستواه لو بصينا الحسام عبد المجيد الناشئ اللي بدأ يحط قدمه ويكون لعب أساسي في نادي الزمالك لو طبعا المسلوس وأتمنى ما يلعبش لاله المسلوسي واحد وشه فقر على جمهور نادي الزمالك لما يلعب أهل وزمالك لازم نادي الزمالك بيشيل فإذا المسلوسي لعب يبقى نستعوض ربنا يبقى المباركة لصنة بالشاكة للنادي الأهلي أو هيلعب محمد طارق الناش اللي عمل قفرة في الفترة الأخيرة وبرضه حط قدمه وبرضه يا جماعة ناشئين نادي الزمالك سيف جعفر ووسما نبيه ونمار في اليمين نمار كمان كبديل قوي جدا يا جماعة سيد نمار ده العيد فدكة بودلاء نادي الزمالك أصبح تبقى قوية جدا فإحنا لو بصينا في المجمل نادي الزمالك فايق نتائج بتخدع لكن اللعبة في بعض اللعبة كبيرة في مستوها زي بين شرقي زي زيزو خطر زي ما شكبالة بينزل بيصنع الفرق وشفنا شكبالة وبيعمل إيه لما بينزل الشوت التاني ومهارات شكبالة وطريقة شكبالة إنه إزاي اللي اللعب وبينددفاع لللجوم والمرتدات اللي نادي الزمالك بيكسب فيها في الفترة الأخيرة شفنا لكن تقول لي تراهن أقول لك لا ماتشات الأهل والزمالك ملهاش مكياس اللي أنا قلت ده كله قرويا على الورق موجود لكن في الأول والآخر ماتش الأهل والزمالك خارج التوقعات وما تعرفش مين هيكسب ومين إحنا بقولنا في فترة الستة واحد كان الزمالك وحش كان الزمالك عالي جدا ومع ذلك خسرنا بستة واحد ماتش خارج التوقعات اللي هيقل لفريق أخطاءا هو اللي هيكسب والفريق اللي هيعرفه يدافع هو اللي هيكسب الدفاع كويس وأقل أخطاء في الدفاع هي اللي هيكسبك المباراة احنا شفنا للزمالك في الفترة الأخيرة دفاعات أبعد مهزوزة ومع ذلك تفوق عواد وعندك بنشرق اللي بيخطف خلاك تاخد أكتر من أربعة بونت أكتر من تسعة بونت في الآخر ثلاث ماتشات بفضل عواد وده تفوق للزمالك عن طريق عواد لكن الماتش خارج التوقعات الماتش على الورق ما تقدرش تقول من هو الفريق الأفضل حاليا لعبة نادل آهلي هل هتنتفض هل هتقوم من نوم السباة العميقة اللي هي نايمة فيه وتبدأ تدافع عن اسم نادل آهلي وعن تشيرة نادل آهلي وروح فانلة نادل آهلي اللي احنا متعاودين عليها الكتار للأخر لحظة لأن ده أهم حاجة مش ريكارد سوارش ريكارد سوارش مش هو اللي هيديك أنك أنت تقوم تقاتل وتموت نفسك لا لعبة نادل آهلي وبيعة لعبة نادل آهلي ولعبة نادل آهلي في صفاتها القتال لآخر لحظة عشان تكسب فده محتاج واحد من إدارة تقعد مع اللعبة تحاول تستفقهم يخليهم يرجعوا تاني هو ده المدرب المدرب علي جمل يقولها لك وكمان خلي بالكو المشكلة جبيرة جدا المدرب الجديد المدرب الجديد ده ممكن يعمل فكرة تغرق النادل آهلي المشكلة جاي تغرقوا عايز يعمل جملة الجملة دي مين هيتحملها لأنه جاي في وقت صعب وقت ما تقدرش تقول عليه أن الوقت ده كان مناسب جدا للموجود ريكاردو سورش أن يكون موجود فيه فالمباراة على الورق ما تقدرش تقول مين آه أسامي عندنا التفوق للزمالك في الفترة الأخيرة من خلال النقاط من خلال استفاقت بعد اللعبة بين شارع المستوى وزيزو وشكبالة ومشكلة والناشئين abnadi للزمالك اللي بدأوا يصنعوا الفارق امام عشور في النص الملعب وجوء والوينش اللي بدأ كمان يرجع لمستوى النادل آهلي ما فيش لعيب يا جماعة في النادل آهلي تقدر تقول عليه هو اللي عالي ضروب كبير جدا في النادل آهلي ومش طبيعي في حاجة مش طبيعية في النادل أهلي اللعبة النادل آهلي ماشوفني هاش يا جماعة أن الفترة الأخيرة ليس فيش لعيب السلية ما عادش تصيبات حمد فتح بعيد على المستوى ديانج لما بينزل تحس انه مسلم وخلاص بيفكر في انه يمشي مفيش كان الحسين الشحات مرة اه مرة لا فهي دي فانت ما عندكش اللعيب اللي كان بتصنع الفارق في مستوىها في النادي الاهلي على المقابل النادي الزمالك اللي لعبته فايقة والنتايج بتديك ثقة والنتايج بتديك ثقة في المباراة لكن مباراة الاهلي والزمالك خارج التوقعات هو هتقول اهلي وهو هتقول زمالك اللي اقل اخطاء في المباراة هو اللي هيكسب واللي بيدفع كويس هو اللي هيكسب المباراة جماعة فكرتها كله ازاي تدفع وتلعب على المرتدات يعني بالنسبة الى زيدات الاهلي ازا من الاهل عايز يكسب هو اللي يدافع يدو الكرة للزمالك يسلمها للزمالك ويلعب على المرتدات ودا زكاء وزوالدو فريرا عايز يكسب الاهلي يدو الكرة الاهلي الاستحواز ونلعب على المرتدات نقفل كويس دفاع منطقة من الخلف دفاع على التمنتاشة بحيث اي كرة تتلعب نوراك يبقى عواد يقوم بدول زاليبروم ويمسك او يطلع برجليه لكن ما تلعبش من تلتين الملعب وتنتحر قدام النادى الاهلي هتلاقي في جبهات قوية ومرتدات الفكرة في المباراة اللي هخلصها اللي اقل اخطاء في الدفاع والمرتدات اللي هتصنع الفرق في الفرقتين اللي هيستغلها ونزل واقف صحه ونزل في الملعب سقطه بنفسه صحه وهادي هو اللي هيكسب هنعمل فيديوهات كتيرة هنقول بقى التشكيل والتشكيل الاقرب للفرقتين الحلقة اللي جاية يمكن نهارده تكون بالليل او البكرة ان شاء الله التشكيل الاقرب وطريقة اللي بلعبها هل هي لعب 3-4-3 ولا 4-3-3 هنشوف الطرق دي ان شاء الله اذا عجبك الفيديو اشتركوا في القناة